تشهد مدينة تعز ارتفاعا حادا في أسعار إجارات الشقق السكانية إذ ارتفعت بنسبة تصل إلى أكثر من 50% في هذا العام ويجد أبناء محافظة تعز المحافظة الأكثر سكانا في اليمن صعوبة في الحصول على شقق تتناسب مع مستوى دخلهم المتدني بسبب الحرب والحصار مثلت الحرب الطاحنة في المحافظة منذ ست سنوات أبرز أسباب الارتفاع اتسببت بدمار أحياء بأكملها مما اضطر غالبية السكان إلى اللجوء إلى الحارات الآمنة والبعيدة عن القصف كما مثلت عودة النازحين من القرى والأرياف بزيادة في الإقبار على الشقق السكانية تدهور سعر الريال مقابل العملات الخارجية والآخر جعل ملاك المنازل والعقارات يضاعفون أسعار إيجار الشقق بينما لجأ بعض المؤجرين إلى الضغط على المستأجرين بتسليم الإيجار بالريال السعودي ضيق المنطقة الداخل تعيز وعودة النازحين إلى المدينة مما أدى إلى ارتفاع الجشع المستأجي أصحاب العقارات وقشع أصحاب البيوت مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات وفي ظل غياب قانون ننظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الناس يبقى المواطنون ضحية لجشع ملاك العقارات أيضا إدارة أمن محافظة تعيز أصدرت تعميم بأدم رفع أي إيجارات حتى عام 2021 وبالنسبة بعد عام حتى ديسمبر 2021 يتم رفع الإيجارات بنسبة محددة من 5% لإيجارات البيوت وبالنسبة للمحلات التجارية 10% من القيمة الإجمالية لإيجار لارتفاع بعد عام 2021 وأدت زيادة الإقبال على الشقق السكانية إلى إنعاش حركة البناء في المدينة لكن هذه المباني الجديدة تكون أسعارها مضاعفة بشكل يصعب على المواطنين الوصول إليها لبرنامج أسبوع البلد تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر